طبعاً هذا الاختبار السنة اللي قبلها طافت أول سؤال جاهم كان قابل بين كل تمثيل بياني في العمود إيه ودى للمطلوب في العمود بي يعني المطلوب إنه نختار على حسب تمثيلات البيانية هني واحدة من هالدوال الموجودة هني لهم ست دوال فأول شي أسهل طريقة إنه أنا عرفنا عكل دالة لاحظ هذي دوالة بموأن الطرفين هني بهذا الشكل وهذي بيدالة جدرية إحنا أتنا ثلاثة نواع دالة جدرية أسهل وقراتمية طبعاً إحنا قلنا الدالة الجدرية بيكون شكلها بالشكل التالي يعني في لها نقطة بداية أو نقطة رأس وتنطلق فوق يا تحت فهذي طبعاً دالة أسهل لأن الدالة الأسية يكون إليها خط تقارب أفقي فهذه دالة أسية أوكي فهذه دالة أسية الثانية نفس الشي في لها أطراف فهذه دالة طبعاً لقية عتمية دالة لقية عتمية يكون خط التقارب إليها خط رأسي يعني بيكون أكس يساوي فهذه دالة لقية عتمية ثالثة نفس الشي نفس اللي فوق دالة أسية لأننا لاحظوا أن هناه خط التقارب خط أفقي فهذه دالة أسية الدالة الأخيرة لأننا لافق لا تلاحظوا أن إلها نقطة بداية وفيها إزاحة وحدة لليمين ووحدة للعلى فلاحظ لو بدأنا بالدالة اللي هي الجذرية الدالة الجذرية ما فيه دالتين هادي أو هادي بس إحلا قلنا هادي فيه إلها إزاحة وحدة لليمين يعني لازم نقول إكس ناقص واحد معكس لأننا نقول جذر إكس ناقص إتش نقول جذر إكس ناقص واحد فهادي خطأ فهنا راح نقول الجواب إيه لأننا لاحظوا هني إكس ناقص واحد زق لإثنين لإثنين وحدتين للعلى وإكس ناقص واحد وحدة لليمين فهادي راح نكتب عليها إيه يعني خلص استبعدنا الخيار دي وهذا اخترناه لو جينا للدالتين الأسياتين في دالة هني طبعا هادي قاعدة تزيد فهادي قاعدة تزيد فهادي دالت نمو يعني يكون البي أكبر من الواحد وهادي قاعدة تقل فهادي دالت شنو؟ بمحلال ندور راح في الدوال هني نفسية هي رقم C ورقم K لاحظوا هادي ثنين ثنين أكبر من واحد هني نص أقل من واحد وهادي النمو وهادي قاعدة تزيد فهادي دمو حلال هادي دالة طبعا دالة تزيد فهادي دمو حلال دالة تزيد فهادي دمو حلال وهني راح نكتب فهادي دالة طبعا بقى دالة واحدة اللي هي دالة لقعة 100 وعندي دالتين لقعة 200 في واحدة لق اثنين في واحدة لق نص طبعا احنا إذا الأساس عندي في لقعة أكبر من واحد نفس الدالة لسير قاعدة قاعدة تزيد فنلاحظ ان هادي لا قاعدة تقل وهادي راح تكون الاختيار على هادي الدالة اللي هني كام لق نو لق اكس نقص واحد لأساس نصف فهادي راح نختارها اي لو حبينا نتأكد ان هادي الدالة هي الصح لو نلاحظ ان هني ثنين لو عوضنا هني ثنين نقص واحد كام ثنين نقص واحد واحد طبعا نلق لق واحد لأي أساس يكون صفر فلاحظ هادي ثنين وصفر عكس هادي الثانية اللي هي لو حطينا هني ثنين لق ثنين بيكون صفر فاسهل طريقة طبعا قلنا ان نتجيك اللي هو طبعا هادي بمعنى هي قاعدة نقص فلازم نختار العساس يكون اقل من واحد لهي هادي اللي هو العساس نصف ونختار اهني اي فهادي هي الاجابات كاملة